الكاتب والأديب رحمه الله نجيب الزامل يقول أختي نورة أو عمتها نورة يقول قاعدت تمشي على شاطئ في البحر بالدمام تقول وإذا أرى أحد زميلاتي في المدرسة هي أو مهي يعني كأني عرفها فاقتربت من عندها أهلا وسهلا أنت فلا أنا حياك الله أنا من زمان ما شايفه ورحبت فيني وقعدت عندي وسولفت معاي قالت ما شاء الله أشوفت قاعدة لحالك قالت لا والله أنا ما قاعدة لحالي قالت أنا أشوف هذا الأخ كبير في السن ومعطي وجه للبحر ويعني لا يكلم أحد ولا يلتفت لأحد قالت هذا زوجي جدت حائلة الزهايمر مبكر وكان هو وزملائه أيام الشباب يحبون الجلسة هذه يجس دائما أمام البحر وأنا كل يوم أجيبه من بعد العصر وأجس هنا إلى صلاة العشاء نصلي المغرب والعشاء أنا معاه تقول وأنا أسولف معاها وإذا في ولد يرقض من هناك تقول هلا هلا حبيبي تعال حبيبي تقول أشوف أقول له يعني كبرى بالثمانتعشر سنة ماشاء الله قلت من هذا؟ قلت هذا سعاتي هذا حبيبي هذا أي فرح بدونه لا يمكن يتم الفرح نسافر معاه نطلع معاه جمعتنا العائلية بدونها الولد ليس لها قيمة وإذا به عندما تلازمت داوم فيا أخوان نهتم بها الفئة ونشجع أهلهم اللي قاعد يحتوونهم وهم حقيقة كثيراً يعتبرها سعادة للبيت وكثيراً هي مصدر رحمة ورزق وعطف ومحبة ويجمع البيت في هذا هذا ما حببت أن أشارك وعمم محسن هذا اليوم بهذه الفئة العزيزة والغالية علينا الله يجزي خير يا أبو محمد يرفع قدرك يربي الله ولا ننسى أيضاً نذكرهم بأن يحتسبوا الأجر في متابعتهم والأبناء